بكم بجديد وهذه المرة الأخيرة للأسف مهرجان طفل العراق الدول من صفتة الثانية اليوم هو يوم الختام كان مهرجان حافل بالطفولة والأشياء المميز للأطفال اليوم فيه تخفيضات توصل إلى 50% إذا حبيته رح يستمر المهرجان ساعة بالعشرة فتعال العشرة ليلة نكيد واليوم هو الختام إن شاء الله يكرر المهرجان رح نتكلم عن تفاصيل المهرجان مع مدير علاقات المهرجان مهرجان الطفل الدكتور رياءة جابري السلام عليكم دكتور أهلا وسهلا عاش شتيتكم أهلا وسكلمتكم بخير الصحة والسلام إن شاء الله الله يفضكم مهرجان رائع بطفولة كلش حلوة كفيته وفيته قدمتوا أفكار جديدة رسمتوا أول درجة للأهالي وبعدهم عليهم البق طبعا بالبداية أنا أحب أقدم شكري وتقديري لقناة الأيام الفضائية بإدارتها الشعب على هذه التغطية حقيقة المثالية يعني عشرة أيام من التغطية المستمرة من قبل قناة الأيام وهذه تحسب لقناة الأيام وتحسب لوعيها مدى وعيها ومدى حرصها لتغطية هكذا مهرجانات تخص الطفل وتخص العائلة طبعا شكرنا وتقديرنا الحضرتش بشكل شخصي كنت حريصة على نقل هذه الصورة المشرقة لأن هذه الصورة مشرقة للعراق بالنتيجة أنه العراق اليوم الناس ربما بالإعلام يقولك العراق بمشاكل كذا لا العراق جميل العراق حلو العراق بوجه مشرق اللي هو هذا وجه أطفالنا وجه عوالنا الكريمة اللي تجي تتبضع وتجي تقضى وقت ممتاز فيه هكذا أماكن حقيقة أنا أعتبرها بيئة آمنة آمنة فكريا طبعا بالبداية وآمنة بشكل شخصي ومادي للعوائل طبعا حرصت مثل ما تعرفون مؤسسة الهودة لتقافة الأطفال والناشئين وقناة شهاب فضايا على أقامة هكذا نوع من المهرجانات مهرجانات تخصصية تهتم بالعائلة وتهتم بالطفل العراقي وتوفر لكل ما يحتاجه يعني مثل ما شفتوا حضراتكم بكل المواضيع الخاصة بالطفل نعم أجنحة للألعاب الجيمز أجنحة للأنيميشن أجنحة للعلماء أجنحة للهدايا أجنحة للقرطاسية أجنحة المدارس الأهلية والحكومية والوزارات كذلك يعني بيئة جميلة أنه العائلة العراقية طبعا وشهدة إقبال كبير على هذا المهرجان وهذا دليل على وعي وحرص العائلة العراقية أنه تجعل وتخلي أولادها بهكذا أماكن تربوية وثقافية أيضا للمتعة وللفائدة وللتسلية لأطفالهم طبعا هذا المهرجان دل على نجاحكم إن شاء الله وإن شاء الله يستمر فنتكلم عن القادم لمهرجان الطفل بالتحدي نعم مثل ما تعرفين حضرتش أن هذا هو المهرجان بنسخته الثانية بعد النجاح الأول اللي حفقه بالعام الماضي بنفس التوقيت بنسخة الأولى وأقمنا بمؤسسة الهدى وقناة الشياء الفضائية مهرجان في منطقة الحسينية شمال بغداد المناطق المحرومة البعيدة استهدفناها على اعتبار أنه شريحة محتاجة جدا لهكذا مهرجانات ثقافية أيضا عملنا مهرجانات في ما بين كربلة والنجاح في فترة الزيارة الشعبانية تخضيطنا للمستقبل إن شاء الله أنه راح نستهدف البصرة البصرة أيضا بيئة كبيرة ومحتاجها كذا برامج تخصصية راح نستهدف الموصل إن شاء الله أيضا بدعوة من الموصل أنت كل شيء متوفر هنا يتمنى هل المهرجان يكون عندنا بالمحاولة؟ نعم المؤسسة آلت على نفس أنه توصل لكل العراق باعتبار أنه العراق نتعامل بمسافة واحدة من الجميع أنه لكل يوم محتاج هكذا مهرجانات تخصصية تنهض بالعائلة العراقية وتنهض بالطفل والمستوى الفكري للطفل هل هناك دعوة عامة لكل الناس وكل المختصين المشاريع بالمشاركة يقدمون مثلا أفكارهم اللي راح تطرح بالمهرجان عن طريق قناة شهاد؟ طبعا هي أبوابنا مفتوحة لكل الشركات الاستثمارية وكل الرعاة وكل أصحاب حتى المشاريع الصغيرة أنه تعالوا اشتركوا فيهم هذا المهرجان مهرجان تخصصي يعني عن طريق السوشيال ميديا وعن طريق الدعوات المباشرة أنه أنتم حضروا ويانا هكذا وهو بالنتيجة هناك هامش من الربح يعني المؤسسة تجي تبيع يعني والله اليوم طرح حول خاصة الموثل خاصة بإيران طرح حول الأشياء الخاصة لمحرم يعني هذا الختامية اليوم لأسف اليوم ساعة العشرة يغلق المهرجان طبعا شكرا جزيلا بوركت جهودكم شكرا 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 لكم مرة أخرى هذا واجبنا أكيد واجبنا تجاه الطفل العراق المستمرين نلتقل من قناة شهاب إلى أكيد البوث الخاص بوزارة الصحة معنا الدكتورة الجميلة السلام عليكم تعرف علي السلام دكتورة شهر ناصر داعي صحة بغداد الكار يا أهلا وسهلا دكتورة بمك يعني ما قصرتوا كلال هذه الفترة قدمتوا مختلف الخدمات خلنا نعرضها على المشاهد شنو قدمتوا كلال هذه الأيام العشرة قدمنا خدمات فحص الأطفال فحص عن تطور الدماء والعاقل تنمية طفولة مبكرة تعليم المبكرة قياسات الجسمانية للأطفال وكل نموذج مبسط عن الخدمات اللي نقدمها بالمراكز الصحية لكل الأطفال حالات اللي إجتكم شون ساعتوا إجتنا حالات تأخر تطور أو انتباه للتطور طيناهم المشهورة للأهل الانتباه للتطور أنه عندهم مشكلة بالتعليم المبكر بالاستيعاب أو ممكن عندهم مشكلة السمع أو بصر تؤدي إلى المشكلة بالانتباه طينا مشهورة للأهل شون يتعاملونوا إياها وليحتاج تدخل طبي وصحي طيناهم الإحالة للمراكز المختصة سؤال اللي ما قدر يجي شون يعرفون كين يكتشف ابنه عند هذا الموضوع هاي الخدمات موجودة تقدم دوريا للأطفال بكافة مراكزنا الصحية ومالمستشفيات هذه دعوة لأهالي أنه يراجعون المراكز الصحية كل الأطفال من عمر يوم إلى عمر تحت الخمس سنوات وبعد الخمس سنوات تبدي صحة مدرسية وهم موجودة بكل مراكزنا أنا حيكم عن هذه المشاركة رأيش من مهرجان بصورة عامة خلال هذه الأيام العاشرة يعني كانت مهرجان كلش ناجح إفنت أنه نزلنا به للمجتمع الواقع الصحي والأطفال مكان للتجمع الأطفال متنفس لهم بالعطلة الصيفية يعني كلش أنا دكتورة موفقة شكرا لزيلا أكيد مستمرين إياكم السلام عليكم دكتورة شون الصحة تفضلي هنا يا أهلا وسهلا عليكم في العامة أنت بقى لي بخير سيد جنان قاسم مسؤولة تعزيز الصحة في قطاع الإعلام لرعاية الصحية الأولية تعزيز الصحة بما أنه إحنا اليوم تكلمت الدكتورة السابقة عن أهمية الخدمات اللي قدمتهم بوث وزارة الصحة كيف أعزز صحة الطفل من ناحية التغذية من ناحية نفسية جسدية شون أمطينا نصائح للمشاهد طبعا إحنا هسا مشاركتنا هذا المهرجان الطفولة اللي صار عشرة أيام اللي مشتركين بوزارة الصحة هي التأهيل الأم والطفل يعني بصراحة تأهيل الأم والطفل فإحنا عدنا التأهيل المبكر للأم والطفل فعدنا نصيحة للأمهات اللي نقولهم فعنقول إحنا مراكز الرعاية الصحية الأولية ما نخلي مراجعة الأم فقط على أساس اللقاح يعني هسا أغلب الأمهات آني أراجع المركز الصحي على اللقاح فهي خطأ إحنا عدنا تأهيل المبكر للطفولة قياس الوزن قياس الطول قياس النطق يعني إحنا نقدر من خلال التشخيص المبكر الحالات الطفل الاضطرابات النفسية فرط الحركة التوحد كل هذه الأشياء إحنا نلاحظها من خلال الزيارات الدورية اللي عنده نقص وزن اللي عنده ضعف وزن اللي عنده السمنة المفرطة هاي كلها من زيارة خلال الطفل إلى زيارة المراكز الرعاية الصحية الأولية نقدر أنه نشوف هاي الحالات إحنا دورنا كتعزيز الصحة نشر التوعية الصحية نشر التوعية الصحية يعني نحث الأمهات على المعلومة الصحيحة والحد من الشائعات يعني أكو شائعات بالمجتمع كل شي هوايا فإحنا مسؤوليتنا في تعزيز الصحة لحد من هذه الشائعات وننطي المعلومة الصحيحة اللي يجفيد الأم الطفل وأيضا برنامجنا عندنا هذا هو ملف الرعاية الصحية للأطفال دون الخامسة اللي إحنا نعم هو هذا الملف اللي ينظفنا الرعاية الصحية للطفل من أمر يوم إلى حد خمس سنوات الآن نوزع على الأهالي وعلى ضع إحنا نقيم الطفل يعني من يجي الطفل إلى الوحدة أول شي اللي نبدأ بي قياس الوزن قياس محيط الرئيس قياس القياس محيط الرئيس نبدأ نحشويا نشوف النطق مالته الأختبار الذكاء التواصل ويا التواصل من الأهل فإحنا في هذا يعني من خلال قناتكم دأوة للأمهات خصوصا إحنا هسا في زمن الأولمة وزمن الموبايلات فأغلب الأمهات يعني بصور عام فالطفل تنطي الموبايل وينسى الدنيا وماضيها صح لو لا الله صراحة دكتورة في بعض مثلا من كلا التليفون صار حول عند الطفل أو صار عنده يصير عنده شون لحالات الكهربائية شمرات كأنه صرع يكتشفون أنه نتيجة الشحنات وفي دراسة في 2020 تدل أنه لهذا التليفون إلى تأثير شعاع على الأطفال أكيد حتى فترة الحمل العم اللي هو يتتعامل مع التليفون أكيد ترعي تأثير وبالإضافة إلى ذلك حتى أيضا الإضطرابات النفسية عندنا الأطفال اللي صرعتهم كواحد اللي صرعتهم فرطوا الحركة كل هذا السبب فإحنا ننصح الأمهات خلي الألطف الأنمي مواهبة هسا إحنا من خلال وجودنا بالمعرض اللي نلتقي وي الأمهات نلطيهم نصاح نقولهم خلي تتواصل وي الطفل تبدأ تحجوية يعني حتى من بدادة الأيام الأولى تبدأ تحجوية تتواصل ويها ليش إحنا نشجع على الرضاعة الطبيعية للأم لأن أهم نقطة بالرضاعة الطبيعية هي التقاء العين بين الأم والطفل فهذا تكسب الحنان والمودة والتواصل فإحنا نشجع الأمهات سوين صارت كل عملات قيصرية والتغذية الصناعية يسهلون الموضوع أو الولادة من غير ألم هذا الشي يجري وإحنا هذا يعني يعكسون الطريقة الإلهية اللي هي الصحيحة ويعرفون أهميتها للأسف فهذه دعوة لكم أن تجوين المراكز أيضا في موجودة مراكز مفتوح في الصباحية والمسائية استشارة من الموجودين بيقصرونه إن شاء الله وإحنا قلت لشي عن إحنا دورنا تعزيز الصحة التوعية كافة مراكزنا الصحية فهم دائما يطلعون ويحشون وأي الأمهات يشجعون على الرضاعة الطبيعية يشجعون على الانتزام بالجدول اللقاحات الجدول اللقاحات الروتونية للأطفال وأيضا يشجعون على الزيارات الدورية للأم ومو بس للطفل الزيارات الدولية للأم أثناء فترة الحمل يعني عندنا جدول زيارته زيارة مو زيارة أكو من المعلومات الشائعة قبل شانو أنه الأم عندما وراء الأربعة الشهر من يتحرك الطفل يلا تبدي تراجع السألة أول ظهور علامة بالحمل يلا تبدي تراجع لأن خلال هاي الفترة رح نعاش تيرش لأن رح نعرف أنه هاي اللي الأم فقر الدم إذا كان عدها سكر أو عدها اضطرابات بالحمل ارتفاع ضغط الدم كل هاي تتشيك خلال الأشهر أو بالبداية الحمل أنا أشكر السيد شكرا جزيلا موفقين الله يحفظكم أكيد مستمرين وإياكم أحبة المشاهدين بعد كلام عن الصحة وأكيد الأكل الصحي السيء وغيرها إليها تأثير كل شي سيء سلام عليكم دكتور الله يكليش رحمه الله عديش مرحبتين لاحظت الندوات اللي قدمتوها خلال المهرجان شوان كان التفاعل معهم أولا فرصة سعيدة ومشاء الخير والليوم يعتبره ختام لهذا المهرجان الراقي الذي قل نظيره في العالم العربي في ظل ظروف المحيطة بالعراق وأثبت هذا اليوم بهذا المهرجان بأن العراق أرض الخيرات والعلماء والمثقفين وإن شاء الله سيكون الطفل العراقي هو العالم رقم واحد في كل العالم العراقي دكي دكتور طفل العراقي يعني ما تشوف هسا الطفل إذا ما عنده اهتمام معين عنده موهبة معين حب لي شيء معين والله هو رسالتي إلى الدولة المعنية وإن شاء الله في هذه الدولة الراقية في ظل رئاسة الوزراء السوداني رجل أنيق يتحرك بجذابية ويتحرك بإيجابية عالية لكن يبقى الرأي مقفل رقم واحد نحتاج إدامة الطفل لواجهها ومعلوماتها أكبر نحن اليوم اقترحت على المهرجان وإدارته ومن فكر سوسولوجيا في إقامة المهرجان الثالث يجب علينا أن نفكر أن يكون لدينا قاطع لبراءة اختراع الأطفال لكل الأعمار ولكل الفئات رقم واحد رقم اثنين اقتراحت عليهم لكل دولة معنية تأتي إلى العراق تأتي بالعالات الموسيقية المحيطة في تراثهم ليتم لدينا تزاوج وانسجام ما بين العراق والأطفال وكذلك الدول المضيئة المدعوة للمهرجان رقم ثلاثة اقتراحت ثالثا أن يكون لدينا لكل قاطع زي معين لمحافظة عراقية نقدم شيء للعالم بأنه احنا 18 محافظة وليست أقليم كما يدعون العراق وطن والحب واحد والعلم واحد ولو تتعدى الأشياء لكن الهدف من؟ العراق هذه رسالتي أما عن فحو المهرجان وما كان درجة الإقبال أنا أقول هنا للمرة الألف والمليار أثبت العراق ساحة خضراء مطلة بكل الخيرات تحمل كل الفواكه تحمل كل العطور ويبقى العراق أرض لكل العرب نحن دكتور موفقين إن شاء الله نشوفك العامل القادم أو في النسخات القادمة من المهرجان في المحافظات أو في منطقة حسيني تحياتي تحياتي لكم تحياتي نحن إليك دكتور أكيد أحبت المشاهدين رح نستمروا إياكم المهرجان الطفل وهذه التقطية الختامية لكن بعد الفاصل نحن إليكم أحبت المشاهدين مستمرين في أرض معرض بغداد الدولي ومهرجان الطفل العراق بنسخته الثانية اليوم هو يوم الختام رح يستمر الساعة بالعشرة اللحكتوا عن التقفيضات اللي موجودة هلا بيكم وإن لا فأكيد هذا المهرجان إلى نسخ قادمة إن شاء الله خلال الأيام المقبلة وأكيد رح يعرض عليها سواء كان العرض على قناة الأيام أو في قناة شهاب الفضائية مستمرين خلنتكلم مع الأنسس سلام عليكم اسمي مريم أعمل في مؤسسة الكلمة للخدمات الاجتماعية يعني شغلي بالمؤسسة هي إدارية واليوم يعني المؤسسة معانية بشنو؟ خدمات اجتماعية يعني كل الفئات يعني العوائل متعففة يعني عدتها جانب خيري بالضبط يعني تعمل فيه جانب الخيري إنه مساعدة العوائل يعني عوائل متعففة ما تفضل في حرف شنو قدمت اليوم أو قلال هاي العشرة أيام بالبوثر الخاص بالمؤسسة؟ احنا قدمنا عبارة عن قرطاسية ومواد مدرسية فكرة أنه يعني قدمناها بشكل شون أنه يتليق بالاسم العراق لأنه كلها حتى عدنا القرطاسية هي تختص بالعراق يعني أعلام عراقية وحتى بيها إشكال يعني مثلا ما الفضاء وها السوارف يعني إن شاء الله أنه تنمي الطفل وأسعارها كانت مناسبة؟ بالضبط أسعارها مناسبة طيب شو رأيتش خلال هذه الفترة عشر تيام أنت حضرتي من البداية المهرجان شو رأيتش من المهرجان بسرعة؟ والله هو المهرجان حلو صراحة يعني أنه أضافه للطفل خاصة أنه للمسرحيات حتى بداخل المسرحية انسألة أسئلة ثقافية وعلمية وبنفس الوقت الدينية يعني اتنوعت الأسئلة وحتى ثقراتهم اتنوعت يعني هم أول شيء أنه نطول الثقافة للطفل ثاني شغلة أنه خلوا يعني أنه مثلا إن شاء الله للبيع أنه عوائل تستفاد أنه مثلا إن شغلات أنه العائلة تحتاجها حتى قرطاسية اليوم أنت خفضت الأسعار يعني صارت نص القيمة تقريبا أي أكيد طبعا أنه آخر يوم إن شاء الله هو هاي غاية المهرجان رأيت أن المؤسستكم راح تشارك مرة ثانية بالمهرجان؟ إن شاء الله أكيد طبعا أنا ذكرت قبل شوي المسؤول قاعدكم قال لي أنه أنا جيت العام الماضي زائر وحرصت أنه لازم أشارك بالسنة القادمة وإن شاء الله إن شاء الله نشوفكم بالسنة القادمة إن شاء الله أكيد إن شاء الله هذا يشرفنا حبيب شكرا مريو وموافقة هيتغزق لكم أكيد هذا أنت إدارية أنت يومات ينفتحين مشروع إليش إن شاء الله أكيد حبيبي إن شاء الله هذا الشيء يعني شون واحد يقول أنه خلاني أنه أتشجع حافظ حافظ المبيعات التعامل مع الزبون هذا فن موأي واحد لازم شوي يطور من نفسها تتعاملت شوي زباني اليوم ممكن صارت استفسارات معينة من خلالهم يعني جاوبتيهم أنا شوي تبريني أكيد أكيد طبعا هذا الشيء إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله السنوات القادمة نشوف الإشبوث خاص بي إن شاء الله منوين من حبيبي شكرا حبيبتي مريو أكيد مستمرين إياكم خلينشوف مصطفى السلام عليكم شوانك مصطفى وعالم الفلك إبراهيم إبراهيم لعملوا من مصطفى وكو حلو إياكم يمكن المهم إحنا خلال هذه العشرة أيام سوينا إياكم لقاءات تكلمنا بعالم الفلك أريد أشوف انطباع الأطفال حبوا هذا الموضوع شنو صارت مواقف بداية مرة أخرى نشكر قناة الأيام على هذا اللقاء وفكرة حلوة يعني أنه كان تغطيتكم شكرا لكم بالنسبة لموضوع يعني انطباع الأطفال وأهاليهم عن بوث العلماء وعن مهرجان عامة كان يعني أنه انطباع حلو عامة عن المؤسسات الموجودة اللي هي موفرة كل احتياجات الطفل مثل أكو بوثات عن تعليم الروبوتات بوثات عن العلماء بوثات عن الملابس ما ملابس وعن تقريبا كل شي فبالنسبة للكمهرجان عامة فأعجبهم يعني الوجود الأقسام الموجودة وكذلك أماكنها إنه صغير بالترتيب بحيث أنه ما يحتاج يروح من مكان المكان وبالنسبة لبوث العلماء اللي خاص بينا كذلك كان طباع الأطفال كلش حلو لما أنه نعطيهم الدعم المعنوي كذلك بعض الهدايا البسيطة ونخليهم يشوفون القمر بالتليسكوب تليسكوب؟ أنا هواي نصحت أطفال وأكو نفس عمرك قلت لهم روح يشوف التليسكوب صحيح هواي نجونا القمر لما انشافوا لي أول مرة كانوا مثل المتعجبين البارحة كان في بغداد القمر العملاق وصوروه؟ نعم شفنا وصورنا مننا وصارت تفطية سريعة يعني من قناة شاب كذلك فكانوا يعني مثل ما قلنا طباع الأطفال عن القمر وفلايك حتى أهاليتهم كانوا مثل المتعجبين عن القمر شون أنه بالضبط بالضبط نعم وشون أنه قريب ومبين تفاصيله وتباريسه ومعلومة أنه القمر ملون يعني مو رمادي مثل ما نعرف فبتل سكوب يعني يا الله يبين فهم يمن شافوا ألوان القمر كذلك أنه متعجبوا يعني وهي لأول مرة يشوفوها فإحنا إن شاء الله أهال المهرجانات يعني جاي تخلي الناس يتعرفون قبل أبناء يعني الأهالة يتعرفون قبل أبناءهم حفزتوا المشاركة مرة أخرى بهذه المهرجان أو سواة غير إحنا إن شاء الله راح نشارك بغير مهرجانات كذلك وهذه المهرجان إحنا إن شاء الله راح نثبت بي يعني وإن شاء الله خير ومرة أخرى شكرا لكم شكرا موفق إبراهيم إن شاء الله أشوفك يوم الأيام عالم ثلاث الله يحفظكم شكرا جزيلا أنا إليك موفق ومهما الله يحفظك مستمرين خلينا نشوف شوية نروح للرياضة أو عالم الرياضة مع أكاديمية آصف السلام عليك عليكم السلام أهلا وسهلا الحمد لله كل عام وتفل ومتبه بخير راح يحفظكم إن شاء الله هذه الأيام قدمت خدمات منوعة بتعليم أساسيات فإن لك فإن لك فإن لك كان التفاكل كل شي حلوية لأطفال حبوا الفكرة علمناهم سلسلة اللعبة شون يحترمون المكان البي شون يحترمون الأكبر منهم مدافون عن نفسهم أشياء تكون بدي بسيطة للطفل هذا مأخذ الحزام هذا حزام البني أغلبكم مأخذين بني يعني الأسود لوقت الأسود لازم يحتاج لك خبرة وعمر محدد حتى يختبر يعني ما بقى لك بس خطوة وحدة العمر يعني فرق العمر وإن تخبر لا فرق المدة وإن أختبر بس إن شاء الله أختبر المدة المدة تكون سنة تقريبا حتى تكون توصل لأحزام الأسود وتكون لك خبرة كافية بعد الحزام شون ينطب موحك بعد الحصول على الحزام إن شاء الله افتح قاعة باسم أكاربة عادة أصم إن شاء الله أطفال بيها نحن بالبداية نحن لدينا 3 فروع الأول بكررة داخل ثانية الوزيرية وثانية نفق الشرطة ندرب كل الجنسين من أربع سنوات فوق عدنا تدريب معزول بكادر مختص من النساء يدربون البنات بوث الأكادم سنبيع عروض خصومات على سعى البدلات على الاشتراكات على واقعات قصبات إلى كفوف إلى آخر وشون شفت التفاعل أكناس نجلت بيها هواي ناس جاءوا سجلوا استمتعوا أطفال محبوا الفكرة أهالي من عجل مسجلوا سواء كان رجل أو امرأة هل كنت يعني ببالكم يجي أنه رح يصير مهرجان خاص للطفل وتشاركون بيه رأيكم بهذا المهرجان مصدر؟ المهرجان هذا أنه يزرع فكرة حلوة للطفل أنه علمه أول شي روح المبادرة روح المشاركة بينه وبين البقية الأخوات روح لأخوة مثل ما أسموها أنا شفت الأغلب الأهالي استغربوا وجود أنه أكاديمية خاصة لهذا الفنون القتالي لأن بعض يقول بالأندي موجودة أكو مثلا نادي خاص صحيح هذا الشي صحيح أنه يكون شوية هالمجال خاصة بالعراق يعني يكون قليل ونادرة وجودة بس أحنا حبين نلغيها طابع نجي طابع حلو نخليهم أنه يحبون نشاركون ممكن أن الأكاديمية تفتح في المحافظات؟ إن شاء الله أشفركم موافقين تحياتنا ولكم أشفركم أكيد موافقين لأكاديمية آسف مستمرين سلام عليكم وعليكم السلام عليكم وأنا حيذر خالق شنو قدمت الحجمات للأطفال والله بسم الله الرحمن الرحيم بالناسبة هذا المهرجاء الطفل الثاني الموسم الثاني هنا نحن نقدم نشر الثقافة الرياضية خاصة الفن اللي كيوكش قاي كراتية يعني هي رياضة والطفل يعتاج رياضة مستمرة رياضة اللي عرفت خلال مداربيكم والبنات أيضا قالوا احنا تعلمنا فن المواجه المدربة قالت أنا ما كنت أقدر أنه أتكلم مع كاميرا أو كان عندي خجل معين هذا الفنون القتالية لما تعدي مهارات عقلية وأيضا ثقة بالنفس نعم صحيح لأن خاصة أكاديميتنا احنا عائلة وحدة يعني متنوعة بين المحامي وبين المدرس وبين الدكتور وبين غيرها فهيش يعني أنت راح يروح منك حاجز الخوف وراح يروح منك حاجز الخجل لأنت راح تصير يعني متنوع ثقافات لأنت راح يعني تمارس وي أكثر من شخص أكثر من رياضي يعني خارج الرياضة أنت راح تمارس وي دكتور وي صحفي وي مدرس فهيش يصير عندك تنوع ثقافات يعني ما يصير عندك حاجز خوف يعني أخاف من كاميرا أو أخاف أحكي أو أخاف أتعرض لموقف بشارة شخصياً شخصياً شنو أضاف لك أنا أضاف لي يعني كثير من الأشياء يعني الأول شيء يعني لأياقة البدنية أنا شنت يعني من سمنة يعني يعني نعم أنا وزني بذاك الوقت 85 أنا حالياً 60 نعم الثاني أضاف لي يعني شرط هماتي أنت حصل الآن على الحزام الأزرق نعم هذا يعني مرحلة البيض الصور متوسط هو بداية الأبيض فأنا سحالياً أزرق يعني يعني ما عندي اختبارات يعني معددة فإن أكو يعني الوياي اللي اختبره نعم يعني ضروب خاصة أطمح لي أن نتكمل بهذا المجال نعم بالتأكيد أطمح يعني إن شاء الله رسوص الله عليه والله وصاني علموا أولادكم الرماية وبعد والسباحة وركوب الخير إذن هي من الرماية نقول إحنا تسلسلها رياضة بمعنى عام تنصحوني الأهالي بأنه يجون سواء الأكاديمية ومكان آخر لمارسة رياضة معينة؟ والله يعني نحن ناشد الأهالي يعني لازم الأطفال حالياً هذا الجيل الحالي أكثرية ما قاعد نشوف به رياضة أكثرية ملتهي بالموبايل هذا أكيد مبترة الموبايل خلي عنده تحد وخلي عنده سمي البرمجيات هي يعني مشكلة كبيرة من يمها الاكتئاب من يمها التوحد من يمها يعني هواي شغلات يعني حتى إجرامية يعني نسنباتنا نشاهد بالتلفزيون قنوات تنشر يعني حالات انتحار يعني مويدة 2010 يعني الشاف من هذا الشافة أو هو الشاف يعني شون عرفه بالانتحار أكيد يعني هذا التأثر الموبايل والبرامج التواصل يعني هاي كل شيء يعني يذية وخاصة للععاب الحالية ألعاب دموية ننصح العوائل يعني والآباء حتى الأمهات يعني هم حتى الآباء والأمهات ننصحهم يعني التجهون للرياضة وخاصة للفني كوكي جاكراتي هو فني يعني حلو يعني النفس دفاع عن النفس نعم شكرا كابتل موفق إن شاء الله تعصل للحزام الأسود مشكورة أنا أشكركم وأكيد أشكر أكاديمية آصب لحرصها واستمرارها السلام عليكم أستاذ فضل هنايا يعني نقل مباشر نحن طالعين بيت مباشر تعرف عليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدكتور جاسم محمد صالح باحث معرفي في أدب وثقافة الأطفال ما شاء الله هنا بيك دكتور من مئة كتاب ومسوعة في أدب الطفل كتبت عني أكثر من ثلاثين شهارة ماجستير والدكتورة في العالم ترجمت قصصي ومؤلفاتي إلى تسع لغات عالمية الآن حاليا رئيس مجلس إدارة مجلة دراسات الطفولة العربية وهي مجلة متخصصة في أدب وثقافة الأطفال في وضع أسس علمية ومنهاج معرفي لنشر الثقافة التي تهتم بالطفل من حيث البناء والتوعية والانتماء والتراث والموروث والحضارة ما شاء الله ربي يزيدك دكتور دكتور هذا المهرجان أهمية للطفل أنت مثل ما تكلمت هسه أنت صاحب قصص وكتب خاصة بالأطفال الطفل يحتاج إلى شيء فعلي مادي وليس فقط كتاب شفت الأطفال تفاعلوا مع المهرجانين سواء كانت هذه المعرفة مكتوبة أم معروفة على شكل ألعاب ودماء ولعاب وممارسات ثقافية بحيث أنه أنا شخصيا لكوني متخصص فيه الطفل في دراسته وثقافته رأيت انهماك الأطفال على اللعب العلمية وعلى اللعب التي تشغل حيث المعرفي والدماغي للطفل إضافة لأهتمامه بالقصص والكتب المعروضة لأنها شكلت وسدت حاجة معرفية للطفل بعد ذلك أيضا هناك ممارسات ثقافية تمت في هذا المهرجان الراقي هذه الممارسات اندلت على وعي ثقافي من منظمي المهرجان ومن المهتمين به ولا سيما مؤسسة الكلمة المؤسسة التي أتاحت للطفل العراقي فساحة كبيرة لكي يطلع على تجارب الآخرين ويستفيد مما هو معروض ولتقوية بنائه الذاتي والثقافي والإنساني دكتور ما شاء الله عليك أنا أشكرك شكرا جزيلا وجودكم هذا يعزز هذا المهرجان شكرا جزيلا على هذه المساحة التي أتيحت لنا لأن نتكلم مع الجمهور وننقل لكم هذا الجهد الكريم وعلى رأسي هذا الجهد هي فضائيتكم الوقرة مع الشكر والتقدير الدكتور جاسم حمد صالح باحث معرفي في أدب وثقافة الأطفال شكرا لك دكتور موفق شكرا جزيلا الله يحفظك أكيد أحبتي أحلى مستمرين الله يخليك مستمرين وياكم لكن بعد الفاصل في مهرجان الطفل السلام عليكم عليكم السلام أم زينة بشانت الحمد لله الحمد لله في العام أنت بخير وأنت بخير عيدكم مبارك عيدكم إن شاء الله أبرك وأسعد أيامكم كلها سعيدة إن شاء الله اليوم هاي أول جيتش للمهرجان جيتش بحسن الخاتمة إن شاء الله الحمد لله لحقني إن شاء الله يتجمع لقيت أشياء خاصة للأطفال أي بناتش صغار روضة روضة عمرها خمس سنين وحوراء صغيرة عمرها ثانتين شن لقيت لهم شي مناسب لعمر شنو متل يشخل لقيت مال ديكور مال الصلاة قراءة القرآن هاي سوالك مال مدرسة المساطر عاشت إيدي تشتريم أشياء تبقى وياهم تستمر وياهم هم ذكرى من المعرضة ومالشياء مفيدة تستهله الكوهد انتي دارسة بس ما متوظفة صحيح؟ صحيح شون تطورين نفسك؟ انتي قلت أنه أنا كانت عائلتي أهم هاي تكلم خلفين احتي لي هذا الموضوع اي تخرجت رأساً اززوجت يعني شفت أنه قيمة العائلة أشتغل عليها توقف على حالي بهذا الأمور وإن شاء الله توجه النفسي بالتطوير العملي حلو ذكرت موضوع مهم جداً قالت أنا أطور نفسي أولاً من أجل عائلتي إحنا إذا ما عملنا على نفسنا أولاً بعدين الطفل لأن إذا أنا كانت عندي ثقافات غلط أو شيء مصحيح وراح أنقل الأطفال مصحيح إحنا ما يتكلمنا هنا بموضوع كثرة التليفون كثرة المشاهدة التلفزيون الأكل المصحي تحرصين على هذه الأمور مع بناتك طبعاً طبعاً شون أطينتت فكرة معين أحاول يعني ما أعيد اللي تربينا علي يعني المعتقدات الخاطئة الأشياء المعيقة تعرفين قبل ما كان أكوعي مثل هس هس التليفون يعني مثل ما بي مساوئ بي إيجابيات والحمد لله يعني أنا بدأ أستغل الإيجابي وأحاول قدر إمكان أتجنب السلبي أحاول فكرة سوتيها للبنات وحبوها لماذا؟ والله أنا يعني متابعة حساب تربوي نفسي تابع لخصائية نفسية ومتابعة حساب تربوي يعني هي الإبنائي لا بدأ أخصائية بس تفتهم بالمجال التربوي مهمتش يعني التعامل مثلاً إذا طفل عنيدة أو عصبية بضضبط من ناحية التربية ومن ناحية نفسية ولا أخلاقياد تقلينا جاءبت لهم أشياء تحببهم بالصلاة من عمر خمس سنة طبعاً طبعاً التربية تدخل بكل شي تابع حساب معين لازم اول شغلة اعرفها انو هذا الحساب مناسب الشخصيتي طبعا اكثر الامهات والابا هذا الشي ميلاح والتطوير الشخصي انو انا من ارب طفلي انا دار ارب نفسي انا جدي امثالية ان شاء الله ام صالحة انا حيت وافتخر بي زنوبة عدش مشاركة يومونكم عدش مشاركة سؤال فينا شنو مشاركتت شنو نشيد الحافظته شنو نشيد العيد نشيد مال العيد اي يلا شنو هو شنو نشيد مسالفنا قبل لا نطلع عجو يلا شنو هو جاء العيد جاء العيد جاء العيد هيا نبس كله جديد هيا نعب هيا نب هيا نبس جاء العيد و جاء العيد شكرا لماما زنوبة الله يحفظ لك اياها ويحفظ لك حورة وحفظ لك ابو بيتت عمري انتي موفقة ان شاء الله شكرا ام زينب شكرا ايلي خليت ويانا باعلي الكاميرا سوالو بيات عنا مريم وين سلام عليكم مريم عليكم سلام شوالت جان نجحتي مريم ناصف نجحتي جان هس صرت في صف الرابع ما شاء الله مريم شنو حبيتي هنا بالمهرجان شنو شفتي حبيت الرسم كل شي حبيت بالمهرجان متليش شنو حبيت رسم اكثر اكثر شي زين مريم وما حبيت الرسم هذا على وتش انا اعرفش تحبينا الرسم اه شنو حبيت يعني رسمولش اسمتش هناك كاتبين مريم وينانا علام العراق عندش مشاركة شنو مشاركة يلا نرجسة يلا فتحت باب المدرسة فاستقبلتني نرجسة فكان استقبالها نبرة حسن الياعسة قدت لها صديقة مداجرا يا ناعسة فتحت باب المدرسة فاستقبلتني نرجسة شكرا مريم وما قولين شكرا العمي شكرا 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 بالتقوية مريم حبيبتي وفقا انتظريني خلبي الكاميرا اكيد ما استمرين اياكم محبتي اتفضلوا السلام عليكم شانو السلام السلام عليك حسن محمد سؤولي ما شنو ابجد هوس ابجد هوس ابجد هوس هو اهالي جوي اخذوا الالعاب مختلف الاعمار واحييكم على هذا الشي احنا العابنا اللي تكون هي من امر ست شهور امر سنة فهو ما فوق الحد تسعة وتسعين سنة فهي علعاب كل شوه علعاب فكرية احنا تيت معدل عمري صعب هو يعني الامار انه هاي يعني بمعنى كلامك انه احنا بكل الاعمار نحتاج اشياء تنمي الدماغ وتعيد مثل التمرين للدماغ دائما نحتاج احنا دائما نحتاج تمرين للدماغ انه هو اعادة الذاكرة التواصل حسي بصري حسي حركي دائما نحتاج شون اذا ما عندي العاب شون اطور هذا الشيء علمنا على فد شي يعني عندنا هاي الالعاب اللي الفكرية اللي هي يعني اتقلل من الضغط الالكتروني اللي هو اربع عشرين ساعة موبايل ايباد بايد الطفل هاي الالعاب راح تتقلل من هذا الضغط راح تخليه استخدم عقله اكثر راح تخليه ينامي مهارته راح نكتشف بيه مهارة راح يصير عنده ثقب نفسه لما يحله فد لغز باللعبة لما يبدي حلفة شي هو راح يصير عنده ثقب نفسه فراح يعرف راح يقوم يفتم راح يقوم يستخدم عقله راح يقوم يعني استخدامه يكون دائما يعني ما يوقف مستمر اربع عشرين ساعة شون شفت الاقبال على البوث الخاص بكم بأوجده والله اقبال كل شي وناس تعرفنا عن طريق مواقعنا الإلكترونية وماكننا يعني يجونا يعني بطريقة شرح مالتنا اللي هو على صفحاتنا فيجونا علينا يقولون احنا نريد مثلا هي شي هواي العاب يعني كل شي هواي العاب فكرية عدنا في يقولون يعني كل شي حاب بيها بطريقة حلوة وسلسة يعني شوفك وطفلي يعني هو والد يبيع هنا يعني واصل ورح ايه عدنا كل شي كل شي يعرف هو هم يعرف هم يعرف هم طورتو يعني ايه ايه هو صار احنا طورنا شوي شوي بدينه العاب فكرية بدت تطور ألعاب جديدة بدت تنزل نسويها ألعاب أكوى ألعاب من عدنا احنا سويناها بجدهوز يعني تقترعتوها ايه أكوى ألعاب احنا سويناها يعني هي شوي شوي يعني بدت تصير حلوة وممتعة هي ألعاب كلش ممتعة انت خريج؟ اي خريج كلية انا خريج كلية اي قسم يعني شوف انت ممكن تمارس عملك لكن انت استجعت للمشاريع ايه صحيح ممكن امارس عملي ومشاريع تانية اللي هي تكون فكرية هي مفيدة الي ومفيدة لكل العمار تنتظر تعيين لو تبقى على مشروع انا ابقى مشروع هذا شوف مربح اكثر يعني احنا نعرف التعيين هو للتقاعد وهي الامور لكن المشاريع اليوم انت تطور نفسك هذا رزق من تحصده بايدك هواي والله دخلنا دورات اللي هي خاصة بادارة الاعمال قالوا احنا الان موظفين لكن لو عدنا مشروع لك كنا افضل الان نطورين ماديا نطور افكارنا اكثر مو صحيح؟ صحيح لان تعيين هو يعني راتب ثابت بينما مشروعك انت تقدر تطوره تقدر تسوي بعد اكثر تقدر يعني تضيف لشغلات انت من يمك تقدر هو شغلات تتغير به انت صار مو طموحك هذا انت تختلف عن الشباب اليوم يعني هي لازم واحد يعني يشوف شغلات انه يشوف انه هي هاي تفيدة هاي حلوة هاي الشغلة ماشية هاي تقدر تطورها فهي مستمرة بالتطوير احنا دائما مستمرين بالتطوير شكرا اليك ورب يوحقك اخوي الله يحفظك شكرا اليك اكيد مستمرين وياكم مشاهدين الاحبة هذا الوثل خاص بابجة هوز اللي خاص بالاشياء الخاصة بالتعليمية والمغارات الفنية السلام عليكم شون الصح استاذ تعرق عليك رياض كريم من بغداد منطقة الهسيانية يا اهلا وسهلا سبقوا كان هذا المهرجان موجود يمكم بالحسيانية؟ يمناد الحشد وحضرناه العامل اللي راح صايا كانت بفعاليات لكن ممت فعاليات السلسك وحتى على مستوى الدول المشاركة اي شفتها شو رأيك؟ والله احنا صراحة نفرح بهتش مهرجانات لانه اولا هو قناة شار ايه قناة اسلامية شيعية فنكون واقعا هنا نفتقر لهذا الشيء اكثر اطفالنا جاي يشاهدون افلام كارتون ما نذكر القنوات لكن هي حرب ثقافية يعني ما اكو حتى ما اكو شي اسمه حجاب واذا كان حجاب يكون شكلي واكو افكار دخيلة يدخلوا على اطفالنا فانا سلما تعنيت واجهت من هالمكان هذا البعيد حتى اول شي ثقفون ويطلعون على اكو امور ويفتخرون بنفسهم انا ما يصير باقي بالقيت والس بباح حجاب اقعد بابه هذا ما يصير اذا ما نشوفهم انه اكو انجازات حلوة انت حريص على ابنك اذا ما اكو جهة ساعدك مو صحيف هذي جهة ساعدتك مثل ما ذكرت وحتى قناة شهاب اللي شكتها فرحنا بيليش بينجاه تطرح الطرح اللي احنا نريده ما اخاف على اطفالي من اشوف القناة داخل البيت الحمد الله شكر الحمد الله شونج ماما الحمد الله انتي بقالك خير حفظة شي تشكت علي هنا ياصف انتي انا خامس لحب الخامس زين حفظة شي فد انشودة مشاركة حفظة من العربي بسم الله الرحمن الرحيم طيارتي احبها من ورق اصنعها طيارتي سريعة خيوطها رفيعة اسحبها فترتفع وفي الهواء تندفع في رأسها تميل وذيلها طويل تطير فوق رأسي بعد انتهاء الدرس شنو اكثر شي حبيتي هنا بالمهرجان انا حبيت المسرح المسرح شفت التفاعل بي شو العرضة بالمسرح عرضة وشيات تعليمية مثل اللي يسنون العاب خفة او مثل يعلمون زين الالعاب الخاصة بالبنات شفتيها اي وشفت فعاليات بحجابي اجمل عجبتش الوان الحجابات هي كلها الوان حلوة شفتي الورديات شفتت يلعفوا كلش حلوتي مبابا راح نخسر اليوم نطلع العيدية هل تشتريها حجاب؟ من شاء الله ما هو اسمك؟ يحية يحية ياسر اوه ي اوه يروني ان شاء الله حافظ شي بران فيصف حافظ الالوان بالانجليزي ما هو؟ الأبيض ما هو اوه الأحمر والرد والأزرق بلو بلو؟ بلو محافظ بعد حبيبي هاي سمكة شنو بينجليزي؟ سمكة فيش شنو عقرالي آية قرآنية؟ بسم الله الرحمن الرحيم إنا عطيناك الكوثة فصلية ليربيك ونحررنا شانئكو والأبتال صدق الله العلي العظيم أحسنت ماما شكرا جزيلا شكرا الله يحفظكم الله يخليك سلام عليكم تعالي هنا ماما شنو اسميك؟ يزين يزين شنو هاي بيدك؟ شنو هاي؟ مكعب روك شون ها تعلمت؟ شون عرفت؟ أنا ما عرف بالصراحة أنا عرف اللي هما اللي سرعة واكم سابقة عالمية انو يقلوني الألوان نفس الشي انت تقدر تساو تعالي هنا ماما على الكاميرا يلا سوي ليه بل خلي شوف سهو مقربط الألوان مات يلا بل شون سوي ليه شون تعالي هنا هذي؟ من زمان من زمان؟ ما زمان؟ ما زمان؟ سبعة سبعة سنوات؟ من زمان يعني؟ ما زمان عمرك وتعلمت؟ بالروضة بالروضة؟ يعني عمرك أربع سنوات؟ اي من أعلمك إياه؟ من أعلمك؟ بيبيتي الله يحفظ لك إياها يا رب وتجاي ويا من؟ ويا بيبيتي تعمل وتعالي يومي ما زماني يومي؟ تمت تgive ذكة اربع ساعات شون يعني أربع ساعات يلا تسوي زي أكو هسه دي يطورونه يخلونا خلال دقائق يسويونه صحيح إي أنت ناوي تطور نفسي والله أنا مرات مجربة مسوي صحيح إي مرات مجربة مسوي إي تحبها أكثر من تليفون إي شكراً واما يزن الله يحفظك شكراً موفق إن شاء الله تحياتنا وتحياتنا لأهل الحريصة مثل هذه جدة الحريصة على حفيتها بأنه يكون بدون مهارات مثل هذا المكعب روك صحيح نعرفها يكون بيوم نوصون مرحلة ممكن تنافس وتدخل مسابقات عالمية إن شاء الله أشوفك تمثل العراق في يوم ما أنا وصلت للختام طبعاً أشكر كل الحريصين على هذا المهرجان وعلى نجاحها لقناة شهاب وكل مؤسسات لفضلات القناة الأيام بهذه التغطيات المباشرة زميلي علي أحمد زملاء في الكادر القناة أمير حيدر أوس كل الموجودين تحياتي لكم هذا شي قليل قدمة للطفل العراقي إن شاء الله نتقيكم في مهرجانات قادمة للطفل العراقي ختمت قبل تحياتي شكراً جزيلاً حسن متابعة كانت معكم نور العلي وعلى اللقاء